مرحبا بكم في حصتكم وسيله وتدبيره واليوم تدبيرتنا هي كيفش ندير الحنه يعني كيفش نزوق الحنه في الدين يعني بأولادنا يعني باش نفرحوهم ليل 27 وعشرين ولا في الليلة العيد ان شاء الله اذا وش نسحقو في هذا التدبيره نسحقو اكيد الحنه يعني الحنه نغمال اللي نشروها في ليباكي عادية ونحتاجوا الى شوية تعمازها نحنا نولي لكم يعني هديها خلطة يعني تحنه باش تخرجوا لكم لأكون لغتها بزاف شبه البنات ولا ولاد يعني لولادنا كامل يعني انجينيغال قد لكم نعاود عفوا اذا عندنا شوية تعل حنه تعل باكي عادية شوية حنينة عندنا هنا شوية تعل مزهر عندنا شوية تعل قارس وعندنا ملعقة صغيرة تعل السكر وعندنا ملعقة صغيرة تعل عكري وش عندي هنا تاني وش لازم بيانسيغ نسحقو عندي هنا ينسحقو لقطن بيانسيغ ليندروا به الحنه وعندي هنا يشوفو عندي هنا يلي فاي اللي نديرو هون في القاطو حنقول لكم معلاش عندي هنا يبوشون صغير تاني هون بلاستيك نخدمو به وعندي هنا يبعد بعض يعني تاع الطوابع اللي نقدرو نستعملو هون باش نديك واريو الحنه في الدين يعني الفتيات تاوعنا حنوري لكم كيفاش اذا اول شي انا نديرو الخلطة مع بعض تاع الحنه هدية فيما بعد حنوري لكم كيفاش نقومو يعني كيفاش نطبعوها على ليد اذا نجي هنا ايا منجيب الحنه تاعي وش ندير فيها نديرها نديرها السكر هذه الملعقة الصغيرة نديرها شوية تاع العكري باش يزيد يخرجها ونكور بلو غوش هاك دايا شوية برك ونحتاج شوية تاع القارس ملعقة هنا نبدأ نديرو بالشوية باش ما لازمش نجريوها باش لموتيف كين طبعوه في اليد يشدنا وشوية المزهر هاك دايا داخل ملعقة ملعقة شوفو هنايا السيدة كيت خلطي عينك يا ميزانكي لاشتي تخصت شوية زيدي لها شوية شوية باش ما تغلبناش كي ما نقولو هاك دايا حنزيدنا شوية لانو راكي تشوفي معايا بلك مخصوصة شوية هاك دايا شوية مزهر هاك دايا ونزيدو لها تاني شوية تاع القارس لانو القارس حيخليها تخر تشبه وفنصي وتشد مدة اطول هاك دا تاني هاك دا تاني وانا نزيدو شوية برك وانحن نديرها على شكل فالا عجينة ما تكون جاريو قتلكم ما تكون خفيفة نزيدو لها شوية مزهر برك هكذا نزيد لها شوية برك لأنه شوية تقيلة هكذا نسحقها تخرج لي كما هكذا شوفي كما هكذا هكذا كما قدرها ترتاح حوالي فقط كما نقول واحد الاربع ساعة برك يعني باش المكونات يتجنسوا مع بعضهم فيما بعد أني حنوري لك كيفاش نخدموه بي قلت لكم مور ما نخلو الحنة تعنا تريح نقدم قلت لكم نستعملو طوابة عندكم في الدار يعني نغتسوهم في الحنة ونطبقوهم على اليد ولا اللي ما عندها شكالة اللي كذلك يعني يرشام في الدار ولا ممكن هدو مالي بابيتال الحلوى اللي قلت لكم عليهم نحطوهم فوق اليد هكذا ثم نجيبو الحنة تعنا نجيبو شوية هكدايا ونديروهم الفوق هكدايا فوق اليد هكدايا يعني ومننحوش الرشام نخلو هكدايا يعني ونديرو فوقه مباشرة يعني ثم نفصلو بالمقسقس اليد يعني اللي موتي فليكم حابين تخدموه ونديرو فوقه مباشرة لقطن ونغلفو ليد تاع الطفل ولا الطفلة يعني والسباح كي ننوضو يعني بينسو أنا رايحي ننحو الرشام هداك رح تسيبو الموتيف خرجي لكم يعني متقابي هادوما هنا يا بيانسو أنا مخليتو شريح بزاف لكن شوفو ديجا هكدايا بدأ يمدى في هدوكتقابي يخرج لنا الموتيف تعلوم ريدات الصغر هادوما اللي رهم هنا في الورقة هادية يخرج فوق اليد ولا مثلا انت قدوا تسعملو كذلك يعني بوشون هكدايا تاع قارورة ولا يعني نغطصوهم ليح هكدايا في الحنة وبعد ذلك نديرو به يعني دوائر هكدايا كي ما ركوا تشوفو يعني نخرجو به دي موتيف تاع الحنة وما تنسوش دائما لحنا نغطيوها بشوية تعلقطن ونغلفوها يعني بكيس بلاستيكي ولا اي شي يعني باش تسخن مليح في اليد وصباح كالنوضو نغسلوها عادي وننحوها خاصة يعني على بلي في الاسبوع وشين كي بزاف ناس اللي خطنوا وليداتهم قدمنا نقول لكم يعني بصحة ولهنا ونقول لكم نتلقى يعني في موضوع اخر وعدد اخر من حصة وسيلة وتدبيرها سلام شكرا